حضر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم من أن الوضع كارثي في شمال قطاع غزة الذي دمرته الحرب مع عمليات عسكرية كثيفة تحدث داخل مؤسسات صحية وحولها وأشار أدهانوم إلى أن مستشفى كما العضوان وهو آخر مستشفى لا يزال يعمل في شمال قطاع غزة وهاجمته القوات الإسرائيلية الجمعة الماضية ما أصفر عن وفاة طفلين واعتقل مئات من أفراد طاقم المستشفى والمرضى والنازحين